أخرى نسعد معكم مشاهدين الكرام بالترحيب بالسيد محمد علي مودع مدير الفلاحة لولايتي باتنا والذي ينضم إلينا مباشرة من قسنطين ومعطتنا الجهوية من هناك مساء الخير سيدي مساء النور شكرا على الاستضافة أهلا بك دائما قبل بداية حديثنا معاك سيدي نتجه في هذا الروبرتاج مع الزميل يونس لكحل أديب للاطلاع على الإمكانيات الفلاحية بولاية باتنا إنتاج التفاح نموذجا ما يفوق الخمسمائة هكتار من المساحات المزروعة بأشجار التفاح بطائرة اثنية العابد بولاية باتنا تحديات رفعها المستثمر مع هذه المشاكل التي تعترض هذه الشعبة كش مكان دام يزيدوا يعاونوا الفلاحة في الشبكة وغرف التبريد وتتبه الدولة إن شاء الله كش مكان حواجز مائية السنة الأخرى هذه الجفاف والنيفو تعلماء رو يمشي ويهبط نحافظه على المياه البطينية والمياه هذه الأمطار والآخر ما تروحش تضيعها كيف تروح في بطلة ماذا بينا الدولة تتوله الحواجز المائية والفلاحة الرسميتها هي الحواجز المائية الفلاح هذا بدأ في التحديين تاعو بيغسل أشعار وبعد وقف الاستيراد بعد وقف الاستيراد في هذا الوطني لهذه المادة الفلاح تحدى جميع السعاب وبدأ يطور في هذا الفلاحة بتوسعها ميدانيا وبأشعار توسع في جميع المناطق وذلك بتوفر المناخ بالمنطقة ومن الفلاحين من تحدى الطبيعة أمثال عبد الوهاب الذي شق الحجر أخرج المياه وزرع أكثر من سبعة آلاف شجرة في مستثمرة طور التوسع بدنا حوالي بالفين وثمانمائة شجرة درك الله يبارك رانا سبعة آلاف ثمان آلاف شجرة رانا نعانيه مع المزوت مع لي جروب يمي ما زال عندنا لرد ربي بارك رانا أنا وحدي عندي ثناش نقطار وخوتي رأيهم فيها ربعة المساحة الكلية وكل فيها سبعة وربعين قطار والغريس غرسنا حوالي قلت لك ما حسبنا شيئك زاكت تكون سبعة آلاف ثمان آلاف حتى العشر آلاف من جرام المصالح الفلاحية كمصالح الفلاحية دائما يعني تكون يعني ترافق الفلاح أينما كان ماديا أي ماليا في إطار الدعم الفلاحي المتاح والموجود وكذلك ترافقه تقنيا تحديات لولوج الأسواق العالمية من جهة وأخرى تتوجه نحو الصناعات التحويلية وجميعها يصب في خانة النهوض بالاقتصاد الوطني إذن سيد سيد محمد علي مدع مدير الفلاحة لولايات باتنا هي عديد النقاط التي نطرحها ونناقشها معنا بداية وكما تبعنا في الموضوع التالي لزمين يونس لكحل أدي بإنتاج التفاح عرفة رواجا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل التوجه نحو الاستثمار في هذا النوع منها الانتاج الزراعي سيدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين نشكركم على هذه الاستضافة مرحبا بك كما تعرفوا وليت باتنا رائدة في زراعة الأشجار المثمرة وخاصة شعبة التفاح كما نعرف جميعا أن شعبة التفاح شهدت توسع كبير من سنة 2000 إلى سنة 2021 من مساحة 600 هكتار فقط في سنة 2000 لحد الآن وصلنا أنه تجاوزنا الـ 5100 هكتار وهذا بفضل الجهود الكبيرة لقدمتها الدولة الجزائرية ممثلة في وزارة الفلاحة وخاصة برنامج الدعم الفلاحي وهو أيضا بفضل كما نقول المرافقة التقنية والمرافقة المالية وجميع يعني الجميع يعني الدعم المقدم للفلاحين من أجل النهوض بهذه الشعبة على مستوى ولاية باتنا جميل من خلال حديثنا عن الأشجار والأشجار المثمرة عموما حبذا لنتكلم عن المقومات الفلاحية وأهم محاور الإنتاج الفلاحي في ولاية باتنا سيدي كما تعرف ولاية باتنا يعني ولاية كبيرة تضم 61 بلدية 21 دائرة بمساحة كلية تتجاوز المليون ومئتين ألف هكتار بمساحة فلاحية كما نقول مساحة فلاحية إجمالية تتجاوز 744 ألف هكتار بمساحة فلاحية مستغلة تتجاوز 420 ألف هكتار بمساحة مسقية تتجاوز 82 ألف هكتار وهذا أكبر تحدي يعني رأنا رافعين أنه نرفع المساحة المسقية هذه على الأقل تكون أنها تتجاوز 100 ألف هكتار إن شاء الله فيما يخص الأشجار المثمرة الأشجار المثمرة المساحة تتجاوز 24 ألف هكتار منها شعبة التفاح شعبة المشمش الزيتون جميل الحديث أيضا عن واقع الفلاحة في ولاية باتنا هني تحدث عن المحاصيل الزراعية الكبرى القمح والشعير سيدي ماذا عن حملة الحصاد والدرس إذا كان فيه نتائج ولو بصفة عامة نحن تقريبا كان هناك مساحة محصودة تجاوز 53 ألف هكتار بإنتاج تجاوز 500 ألف قنطار تقريبا بما فيها القمح الصلب والقمح اللين والشعير بحديثنا عن التسهيلات وانت منذ قليل تكلمت على بعض التسهيلات والتحفيزات التي قدمتها الدولة على مدى عقود وأيضا في الأونة الأخيرة تسهيلا لعمل الفلاحين والمستثمرين نتكلم عن الكهرباء الريفية التي تعرف مراهنة كبيرة عليها في الاستراتيجية الوطنية الحالية ماذا عنها عن تسهيل تزويد الفلاحين بهذه المادة المهمة في الانتاج الفلاحي سيدي نعم الكهرباء الفلاحية تعتبر عنصر أساسي في تطوير الفلاحة وخاصة في ولاية باتنا كما نعرف ولاية باتنا فيها المناطق الجبلية فيها المناطق السهلية وفيها حتى المناطق الشبهة كما نقول جافة ولا كما جهة باريكا فيما يخص الكهرباء الفلاحية نحن كما نعرف ولاية باتنا تم ربط أكثر من 500 بئر ارتوازي بالكهرباء الفلاحية وأيضا هناك برنامج من خلال خارطة الطريق لإعتمدتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والتي ركزت على هذه النقاط منها قمنا بإحصاء لجميع المستثمرات الفلاحية لتحتاج الربط بالكهرباء الفلاحية وين تم إحصاء أكثر من 3200 مستثمرة الفلاحية قابلة ولا تحتاج الربط بالكهرباء الفلاحية وين أنه كان هناك مشاريع انطلقت مؤخرا لربط هذه المستثمرات وين كان مناطق قيد الدراسة وين ثاني قمنا بإعادة ولا نقول إحصاء مرة أخرى للمستثمرات المناقب تاحها وإلا المنشآت الفلاحية مؤخرا من أجل إعداد قائمة إضافية وربطها أيضا بالكهرباء الفلاحية جميل حديثنا هل نقتنوا نتكلم عن بعض الخسائر الفلاحية إذا كانت موجودة فيما يخص حرائق الغابات التي عرفتها بلادنا منذ سابع وهل مست بعض الأشجار الفلاحية المثمرة سيدي؟ الحمد لله ونحمد ربي كثير أنه لم نتلقى خسائر في هذا الخصوص كانت هناك بعض الحرائق هنا في ولاية باتنا ولكن الحمد لله لم تكن هناك خسائر في القطاع الفلاح جميل الحديث عن دائما بعض انشغالات الفلاحين والمستثمرين أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد معروفة ككل نتكلم عن بعض الحلول تابعنا في الروبورتاج محاول الحديث عن الحواجز المائية ماذا عن تدعيم مثل هكذا برامج سيدي؟ نحن يعلم الجميع أن الدولة الجزائرية وخاصة ممثلة في وزارة فلاحة والتنمية الريفية والتي نمثلها كمديرية الفلاحة في ولاية باتنا رأنا نرافق الفلاحين بالدعم الفلاحي نحن الدعم الفلاحي وخاصة من أجل تجاوز هذه النقطة التي أشرت لها هناك الدعم الخاص بالأجهزة المقتصدة للماء وهذه التي ستدعم كثير وتساهم في رفع كما نقول لنا المساحة المسقية وكما نقول لنا استهلاك أقل للمياه وكان هناك دعم خاص بالأحواظ المائية والتي كانت تحدث عليها الفلاح في الروبرتاج نحن ندعم الفلاحين في الأحواظ المائية بسعة 1500 متر مكعب فما فوق نحن ندعم الفلاحين بالميرشات الميرشات الخاصة بالسقي ندعم أيضا الفلاحين بأشياء أخرى أيضا بالجرارات بالحاصدات يعني هناك برنامج دعم وهذا في إطار دائما خارطة طريق لإعتمدتها وزارة الفلاحة وتنفيذا لتوجيهات السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية جملة الإنتاج وفرته في عديد من شعب سيدي يخلي الحديث عن الصناعة التحولية في الأهمية بما كان سيدي الحديث عن المشمش عن التفاح عن منتجات فلاحية أخرى راجت في ولاية باتنا ماذا عن التنسيق القطاعي أنتم الأدرة بالأرقام التي ترفع إلى الهيئات المعنية للنظر في إنتاج وحدات تحويلية للاستفادة الحقيقية من هذه المنتجات الفلاحية سيدي فيما يخص كما نقول النشاط التحويل نحن تقريبا هناك قرض التحدي هذا قرض التحدي اعتمد من أجل تدعيم المساهمة في الصناعات التحويلية الغذائية والفلاحية وخاصة وحدات التحويل وين نقدر يكون هناك هذا القرض خمس سنوات بدون فائدة وين نقدر نصل إلى عشرين مليار سنتيم وخاصة في كما نقول المشاريع الكبيرة وخاصة وحدات تحويل وإلا وحدات لزينتي دو كونديسون مو وهذا القرض أنه الفلاح يكون عنده مثلا عقد أرض كما نقول أرض فيها عنده العقد تعهو عقد التقنية ونعطله إثبات شهات إثبات المشروع ويسقدم به البنك الفلاحة والتنمية الريفية ونقدر نصل إلى عشرين مليار سنتيم جميل الحديث أيضا عن بعض مخلفات أزمة كورونا سيدي على مدار موسمين فلاحيين تقريبا هل هناك بعض الأضرار في بعض الشعب أو المنتجات الفلاحية فيما يخص الأضرار جائحة كورونا كما نعرف الجائحة ضرت الوطن جميعا وبما فيها ولاية باتنا ولكن تقريبا ونسجلنا بعض التذبذب ولكن الحمد لله ما كانش هناك ضرر كبير على القطاع الفلاحي جميل عملية التصدير الآن كسؤال ختامي سيدي سيد محمد علي مدعو مدير الفلاحة الولاياتي باتنا هل يمكن الحديث عن تصدير للمنتجات الفلاحية بالمعايير الدولية مدام نتكلم على منتجات فلاحية بكميات هائلة سيدي نعم نحن عدنا في ولاية باتنا جميع المقومات وجميع كما نقول الإمكانيات والمنتوج تعنا كما تعرف خاصة في المشمش وإلا في التفاح وخاصة في التفاح نعتبره الأولى وطنيا من حيث النوعية راعدنا جميع المقومات من أجل التصدير وتصدير بالكميات وبالنوعية الجيدة لتقدر توصل لجميع الأسواق العالمية وبالمناسبة أريد تعليمات سيد وزير الفلاحة والتنمير ريفية كانت صارمة وواضحة جدا من حيث أنه أشار إلى أنه لا بد لنا من مرافقة المستثمرين وخاصة المستثمرين في الفلاحة منتجات الفلاحية نقطة أخرى يعني في وليت باتنا هناك يعني رأنا نسعى إدخال زراعات جديدة خاصة زراعة السلجم الزيتي للصفراء والتي بدورها يعني راح تنقل الظرف يعني ولا من الميزانية الخاصة بالوطن يعني جميعا كل شكرا لمدعم مدير الفلاحة مباشرة من محطتنا الجهوية لولاية قسنطين مشاهدين المشاهدين المشاهدين